أسف مش عارف أدخل الهرم لو دخلت الهرم حيبقى في حفلة بس أنا مش عارف أدخل الهرم ليه حيبقى في حفلة اللي أنا معايا تصريحي ولم يصدر أي ورقة توصل لنا بتقول إن بقول خواجة سكت بيقولك وإيه يعني هو موقفه إيه من اللي بيحصل ده بيقول إيه بيقول إيه أنتوا بتحاربوا نفسكم بيقول إيه أنا كنت جاي أعمل على يعني نقطة فصلة في تاريخ في الترفيه في مصر الرجل ده لو جي اللي كان حيحصل كان إنه هو حيجي وراء ده بداية سيرز من الحفلات البلان اللي محظوطة إن ده بداية سيرز من الحفلات ده بداية سلسلة من الحفلات زي ما حصل في باك ستريت بويز في يوم واحد خمسة اللي فات وشفنا الصدر الإعلامي اللي حصل بسببهم وشفنا السياحة حصل فيها إيه بسببهم طب السياحة السياحة موقفة أي معاك يعني هي المفروض برضو من الناس اللي مستفيدها السياحة بتاعد بكل ما قوتت من قوة ولكن السياحة مش جهة رفض أو أقول السياحة ادت لنا الرعاية اللوجو بتاع وزارة السياحة وهي تنشيط سياحة مخطوط على الأرض بتاعنا من أول يوم هما بيرعونا يعني أنت عامل حفلة برعاية وزارة السياحة ومش قادر لغاية الوقت تؤكد إذا كان الراجل حيطلع ولا لا للأسف ولكن الراجل جاي يعني هو راجل جاي مصر وفريقه كله موجود في مصر بس هتبقى مشكلة كبيرة قدام الأعلام الدولي لو راجل باجي مصر ومحدش عارف يقوله انت مش هتدخل لي خصوص إنه هو مستعد يأكد إن أي حاجة هو المفروض وصوله يوم إيه قبل الحفلة بيومين هاي يعني يبقى هنا يوم التلات مثلا المفروض